سنوات رحلة العلاج بدأت بإجراء عملية جراحية ثم بحصص العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي بمركز الأنكولوجيا الجهوي بالحسيمة اليوم تعيش مرحلة النقاهة من ذا إن قاومته كما تقول بالتوكل على الله والصبر والأمل بعد أن أجريت العملية وأكملت أخذ دوائي أشعر اليوم أني بصحة جيدة أرجو من الله أن يشفي جميع المرضى الكشف المبكر أقصر الطرق إلى علاج داء السرطان الثدي فالأرقام تشير إلى أن مركز الأنكولوجيا بالحسيمة استقبل سنة 2012 أزيد من 260 حالة إصابة فيما وفدت عليه خلال السنة الجارية 140 حالة جديدة أزيد من 100 منها من إقليم الحسيمة تحسيس والكشف المبكر لأن السرطان يعد من السرطان الأول عند المرأة وتكون ما يناهز 34% من السرطانات التي تتصب بها النساء في انتظار انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة داء السرطان الثدي في الرابع من أكتوبر المقبل الهدف المعلن على صعيد جهة تازل حسيمة توناد جرسيف هو إجراء الكشف المبكر لفائدة أزيد من 177 ألف امرأة 40 ألفا منها من إقليم الحسيمة